مرحل الزمالك صح كده زمالك والبنك الاهلي كاية المبرأة ايضا جيدة جدا مبلح 3 اتنين للزمالك حاب تبدأ بيه حاب نتكلم على الفاول بتاعة الزمالك بتفاصيل كتيرة جدا وحزين سادة وشهدين يركزوا معنا ايو يتركز معايا عشان في تفاصيل كتيرة اوي في الجندة لان الجندة مش عبدالله سعيد لعب النصر وجاي جون تعال نتفرج عليه لعبة معلمين لعبة معلمين وفيها تفاصيل كتيرة جدا وفيها كلام بين اللعبة بتاعة بنك الاهلي قبل الكرة ما تتلعب هي تركة بصة كريمة هو اول فاول ما يجي على حدود منطقة الجزائكة لازم تبقى عارف ان الكرة عمرها ما تتلعب صريحة وتلعب اوفر لازم في لعبة متفقة عليها او تركة تحصل فلما نيجي نشوف الهدف بتاع نادي الزمالك وتعرف اللي حصل تعال هنا نتكلم على اللي بيحصل اول حاجة ده فاول لنادي الزمالك العشر لعيبة بتوع البنك الاهلي كلهم جوه منطقة الجزائك بالزبط كده التلاتة وقفين اربعة بتوع نادي الزمالك وقفين اربعة منتومان مع اصورة اربعة بتوع بنك الاهلي وقفين اربعة منتومان بتعليبة نادي الزمالك وعاوزك تبص على رقم 25 ده هلال واللي قداموا رقم 35 ده يوء النور وده أسامة فيصل أسامة فيصل وقف هنا بيعمل يا كريم عشان هو اطول واحد فالكرة لو اطلعت سورف هو يطلع ياخدها قبل ما الكرة تروح للحتة دي ويوء النور هنا هنا الغلط ان يوء النور هنا واقف لو انت واقف مع زيزه عشان لو الكرة تلعبت لزيزه تضغط عليه انت سايب مصار الكرة مفتوح شوف يا كريم ما بين 30 وما بين 9 في حتة مفتوحة كده بس في حاجة ذكية جدا حاصة نرجع نرجع فيريمين قبلها نرجع فيريمين قبلها عشان اوارها لك تعالي بص الكرة من الاول بص لعيبة الزمالك ولعيبة البنك الل Hala كريم فين نرجع فيريم قبله معلاش لو فيريم قبله بص لعبت الزمالك تقريبا فيه 3 لعيب من لقم 11 مع العيب من نادي الزمالك بس جواه 6 يارد واللي بقي كله يواقف على الخط يواقف برا الخط بص لعبت الزمالك بتعمله بتاخد كل اللعيبة فريم فريم هتلاقون بيدخلوهم جواه 7 يارد عشان نفتح الزاوية ان الكرة تلعب بالعرد دي المشكلة الأولى. تعال نشوف المشكلة التانية. نكمل الفريم اللي بعده. بص هنا في حد تقريبا نادى على حمدي ونادى على ناصر مهر. قال لحمدي زق الخطوتين. بص الفريم اللي بعده هتلاقي حمدي بدأ يمشي يخش الخطوتين دول علشان خاطر هلال ما يبقاش مركز بس مع ناصر مهر. فأول نشوف فريم اللي بعد. أول ما حمدي هيدخل جوه عمق الملعب بص على هلال اللي واقف مع ناصر مهر. هيبدأ ينده على على أسامة فصل. كان في ريم اللي بعده. هيقول له أسامة بص بقى لتصورة اللي بعدها كريم. قال له أنا معاه كل دول. فتح إيده لتنين. بيقول له أنا معاه التلاتة دول أعمل ايه. فأم أسامة فصل قال له. ما تقلقى شكر لو طلعت لبرة. أنا هطلع بص بيهو شور على سيدرو. بيقول له لو كرة طلعت لبرة. أنا هطلع زق معك. هنا بقى كانت المشكلة فينا كريم. يوقع النور ما كانه سيء جدا جدا. يوقع النور مفروض ياخد خطوتين لجوه على ناحية الجن عشان يقف الزاوية بتاع التمرير. فأول ما الأوفر جيت لعب فيه تركة خمسة من لعبة نادي الزمالك. عمر فرج كل اللي بيعمله ايه. الراجل اللي مسكه كان مين. عاوز يعمل عليه بلوك. وعاوز ان هو يخليه ان هو ما يطلعش من مكانه. عشان البصة ما يتلعب تلعب النص المهر. لو تشوف بقى الزاوية العكسية بص اهيوة هنا بقى كريم. يوقع النور مكانه غلط تماما. عمر فرج لعب لعب. عمر فرج هو هو أول واحد يقف على سيكسيارد الراجل مسكه حضنه ده فهو عمر فرج مش بص كل لعبت الزمالكة كريم. واخده كل لعبت المان كان داخل جوه سيكسيارد. هو داخل جوه سيكسيارد. عشان افضل المساحة ان ناصر مهر لما تتلعب يشوفها انت مساحة مفتوحة. فأول ما لعب. او على فكرة خب بالك من حاجة حتى لو كان واقف معه هلال مانتو مان كان هيسبقه. لان كده كده اللي بتتلعب له كرة هو اسرع من اللي بيدافع. اللي بيهاجم اسرع من اللي بيدافع. فالكرة تلعبت. بص بقى الزاوية اللي بعدها هتشوف على عمر فرج عمل ازاي بلوك للراجل. شوف بقى الصورة اللي بعدها على طول. بص عمر فرج هو مانعه ان هو يقدر يطلع للكرة. فبص هنا يا كريم بص هو هو بيحاول يزقه. هو عاوز يدخله جوه سيكسيارد. عمر فرج عاوز يدخله جوه سيكسيارد. عشان يسيب زاوية التمرير مفتوحة. وتلعبت الأوفر وجه حطاه على طول ناصر مهر من لعبة جميلة جدا بصراحة للنادي الزمالك. بص بقى كريم الصورة اللي بعدها لو فيه سورتين كمان او خلاص مش مشكلة. كنت هوريك صورة قبل عشر ثواني لعبة الزمالك وقفة برا سيكسيارد قبل ما يلعبوا الفول. وقبل الفول ما ييجي تلعب خدوا كل لعبة البنكة داخل جوه سيكسيارد عشان يفضوا المساحة.